اشتركوا في القناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة ادعو الأمي بالرحمة البقاء لله توفيت إلى رحمة الله تعالى الإزاعية الكبيرة فاضلة توفيق عبد العزيز أبل فضيلة وكشفت ريم أن صلاة الجنازة على الإزاعية الشهيرة أبل فضيلة سوف تقام يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023 عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان بكندا أبل فضيلة اسمها الحقيقي فاضلة عبد العزيز ولدت لأب مصري وأم تركيا كانت ترتبها الأول بين ثلاث بنات وولد وهي شقيقة الفنانة محسنة توفيق درست في مدرسة الأميرة فريال وكانت من بين زميلتها الفنانة فاتن حمامة وكان والدها سيكرتير المدرسة التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة تحقيقاً لرغبة أسرتها وكان من زملائها في الكلية الدكتور أسامة الباز والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور فتح سرور رئيس مجلس الشعب السابق عملت فضيلة بالمحامة لمدة 24 ساعة بعد تخرجها عملت في مكتب حامد باشا زكي والذي كان يشغل منصب وزير المواصلات حاولت فضيلة الصلح بين الخصوم في إحدى القضايا وعندما علم حامد باشا أعاتبها وقال لها مهنتنا تعتمد على الخلافات وانت لا تصلحين للعمل بها في عام 1953 قابلت الإزاعي باشا شارو وأعربت عن أمنيتها في العمل الإزاعي خاصة برامج الأطفال وبالفعل قدمت أوراقها وتم تعينها كمزيعة لنشرة الأخبار وتدربت على يد الأستاذ حسن الحديدي مع بداية البث التلفزيوني عام 1959 انتقل بابا شارو للعمل بالتلفزيون فتحقق حلم فضيلة فقد تم اختيارها لتحل محله في تقديم برنامج الغنوى وحدوته وفضلت أن تكون بمثابة أخت كبيرة للأطفال وتلقبت بالأبلة بدل من لقب ماما الذي كانت تختاره موزيعات برامج الأطفال من أشهر الحوادث التي قامت بها بما عجزت عنه النصائح حكاية عم الغلباوي وحكاية الكسلين وحكاية كوب اللبن وحكاية أشتر الشطار وغيرها من الحكايات